السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يناقش معلم اللغة الإنجليزية صورة فوتوغرافية فروت فروت فواكه يرتدي مشروع صف دراسي دوش هويت بشكل مثالي يعني ملكية يفصل عندنا في لسم 5 الدرس الخامس يعني لغات اللغة الفرنسية أو فرنسي الجنسية كويت إلى حد ما قتلنا أدفورب لسن 6 الدرس السادس المرحلة الأعدادية أو أعدادي رسالة أشياء أو أصنف تصريف الأفعال الغير منتظمة يعني يستيقظ استيقظ يمتلك ملكة ها عندنا أي تاني هاز هاد هاد تمام؟ يبقى عندنا الهاذ والهاز ياخدوا إيه؟ هاد في الباست والباست بارتسبوا الهاد أكي؟ وواتس أند أبزت الكلمات وعكسها جوين سبريت جوين سبريت جوين سبريت يعني يلطحق أو ينضم عكسها إيه؟ يفصل أكي؟ بوتن تيك اوف بوتن تيك اوف بوتن تيك اوف يرتدي يخلع ملابسه come leave come leave يأتي يغادر come leave correct incorrect يعني زودناها إيه في البداية in in i in تمام؟ correct incorrect صحيح غير صحيح friendly unfriendly friendly unfriendly يبقى زودناها إيه في البداية you in friendly unfriendly طبعا نصيف expressions and prepositions التعبيرات وحروف القر through the internet through the internet يعني من خلال الانترنت تمام؟ بقول إيه for example i do all my school work through the internet يعني إيه؟ يعني أنا بعمل كل الأعمال المدرسية بتاعتي عن طريق إيه؟ من خلال الانترنت يعني عن طريق الانترنت أوكي؟ send through send through يرسل خلال يرسل خلال he sometimes sends messages messages through his mobile phone يعني هو أحيانا بإيه؟ بيرسل الرسائل عن طريق إيه؟ عن طريق الموبايل بتاعه mobile phone تمام؟ end with end with you'll be بقول إيه you should end your email to your friend with best wishes يعني إيه؟ يعني أنت المفروض تنهي رسالتك أو الإيميل بتاعك لصديقك بإيه؟ بكلمة أفضل الأمنيات تمام؟ best wishes يعني أفضل الأمنيات in school uniform يعني فيه زي مدرسة in school uniform you have to be in clean school uniform it's school rule يعني إيه؟ يعني أنت يجب أن تكون نظيف بإيه؟ بزي مدرسة نظيف يعني it's school rule يعني دي إيه؟ من قواعد المدرسة school rule أوكي؟ هنا in bed في الفراش يعني في السرير she was in bed because she was ill يعني هي كانت في الفراش ليه كانت في السرير بتاعها؟ because she was ill لأنها كانت مريضة أوكي؟ عيانة يعني تمام؟ from another country من دولة أخرى بقول he isn't from Egypt يعني هي إيه؟ هو مش من مصر he's from another country هو من دولة أخرى تمام؟ at school في المدرسة at school you are not allowed to use your mobile يعني في المدرسة ليسمح لك إيه؟ باستخدام الموبايل بتاعك your mobile at the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع we sometimes go to the cinema at the weekend يعني إيه؟ يعني أحيانا إحنا بنروح إيه؟ للسينما في إيه؟ في أجازة نهاية الأسبوع يعني عطلة نهاية الأسبوع at the weekend come to school يأتي للمدرسة for example I come to school on time يعني أأتي للمدرسة في الوقت المحدد on time في الوقت المحدد come home from school come home from school يعود للمنزل من المدرسة I come home from school يعني أعود للمنزل من المدرسة at 3 o'clock pm يعني إيه؟ يعني الساعة 3 مساء work with computer يعني إيه يتعامل مع الكمبيوتر we work with computer in all computer studies listens يعني إيه؟ يعني إحنا بنتعامل مع الكمبيوتر في كل حصص إيه؟ اللي هو في كل حصص الحاسب حاسب الكمبيوتر اللي هو الحاسب الآلي تمام؟ الحاسب الآلي daily life الحياة اليومية بقول daily life in our town is exciting يعني الحياة اليومية في المدينة الصغيرة بتكون مثيرة is exciting مثيرة wake up يستيقظ بيقول لي when do you wake up every day يعني متى تستيقظ كل يوم at 7 o'clock الساعة السابعة تمام؟ button my school uniform يعني أرتدي زي المدرسي at 6 o'clock am يعني السادسة صباحا am يعني صباحا I button my school uniform أرتدي زي المدرسي have a shower يعني يستحم in summer I always have a shower يعني إيه يعني أنا في الصيف دايما بستحم أوكي do a project do a project يعني يقوم بعمل مشروع بقول إيه the teacher told us المعلم قال لنا to do a project for the final exam يعني نحن نعمل مشروع التخرج مشروع التخرج for the final exam لإيه للمتحان النهائي تمام؟ طيب hurray hurray تستخدم الفرحة والدهشة لما يبقى حد فرحون بنجاحه بقوله إيه you came first hurray يعني أنت طلعت الأول hurray طبعا فرحة كبيرة hurray it's time to go home طيب هنا بنقولها إيه بنقولها مثلا لما بنبقى عايزين نعبروا نحن خلاص هنروح وخلاص جي وقت الترويح لما بقى في مشوار كده وبقى عايزة أروح أو بقى في المدرسة وعايز أروح خلاص دي آخر وقت بقى خلاص وعايز أروح بقول it's time to go home يعني خلاص بقى جي وقت الترويح إنه مروح البيت hurray hurray تمام؟ هنعملنها شرح إن شاء الله الحصة الجاية هنزل لكم حل الأسئلة بالتفصيل المملي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يصلكوا كل جديد مع السلامة جود باي